وانت بيبي يعني انت مالي يدك من صاحبك ده واثق في ان هو رجل برصاجي بيفهم يعني؟ طبعا يا حبيبتي ايه؟ انا قبل ما افكر ان انا اتعاون معاه سألت عنه في البورصة وانت بتعرف حد في البورصة؟ اه طبعا اعرف كل اللي في البورصة بورص 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 جيه بورص جيه يعرفهم وسألتهم قالولي ده هاي طب بابا انا هديلك بقى اللابتوب بتاعي نبيعه وندخل للبورصة ياسمين يا حبيبتي مش هينفع خلص لابتوب بتاعك هيجيب كام يعني؟ وبعدين مش اي حد يخش يضارب في البورصة يا ايه لازم يكون حد عنده زكاء وعنده سرعة بديهة سرعة ايه؟ بديهة يا ماما بديهة مش بديعة لأ سرعة بديعة اللي هو بيفكر بسرعة امتى ابيع؟ امتى اشتري؟ امتى اسقع السهم ده لغاية اما يبقى ساقع قوي بعدين اقوم مسخنه مرة واحدة عشان زي البسطرة يعني انا امتى عارف كل ده؟ اه طبعا يا حبيبتي باباكي جينيس اه لا امال صاحبك اللي جاي ده حيعمل ايه؟ لما انت ابتفن في البورصة مدخلتش فيها من زمان ليه؟ عشان من زمان كنت مش فاضي اماما وكان عندي مشاريع كتير يعني كنت واخدة من الوقت كله وبعدين ده توقيتها فانا بستنى احسن توقيت بحيث ان انا اخش بقى البورصة وملمم البورصة كلها في جيبي وخارج على طول يعني اه 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 ام 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 افتاعي يا سمين اهلا 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 كريم ازيك كريم ازيك كريم اخبرك ايه كويس انك عرفت توصل بسهولة تفضل تفضل دي ماما ودي رانيا امراتي وياسمين بنتي ده كريم صاحبي اللي انا قلتلكو عليه من زمان جدا اعرفه يعني من ايام اعدادي ايام يا عادل عمارة جميلة زي دي وفاش اصنصير اه يا اخي الراجل صاحب العمارة حب يوفر انت فاكر بقى عمارتنا القديمة بتاع الزمان كان فيها اربع اصنصيرات اه مش شغالين اه بس يعني اربع اصنصيرات اما انت كنت بتجيلنا بناخد درس تعكمي عند مستر هاني فاكر عمارتيلي بتكلم عليها يا عادل حبيبي عمارتك القديمة مع اول اختبار حقيقي سقطت سهواً وانت عمارتكم مع اول شلوت سقطت سهواً اي واحدة دي هتونت اي 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 مش فهمة خلاص يا رانيا خلاص ماما يا اخي دايما نتعرف العلاقة بين الست وحماتها اللي هي الحماوات الفاتنات وحمات ملاكو الحيات دي يعني ها ولا يهمك يا عادل ولا يهمك انا بكرا اخليك تلعب بالفلوس لعب وتشتري لكل واحدة من الستات شاء لوحدها تقعد فيها لا ياريت بجد يعني انت عارفت ازاي ان انا عايش مع مجموعة من الستات يعني رعب عليك يا عادل انا لازم اجمع كل المعلومات على عملاء الجدد ها مولتليش بقى نوي تلعب بكاما ها لعب بكاما يعني ايه فلوس يعني نوي تخش البورصة بفلوس قدي ايه اه اه بالنسبة للبورصة يعني انا بفكر جديا ان انا اخش مش هقلم 15 الف جنيه ايه 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 عشرين الف جنيه قصدي يعني كم؟ لا بص هما خمسة وعشرين الف جنيه ودي تحويشة عمري يا كريم والنبو والله ما معاه فرصة لا يا عادل بس ده مبلغ ضعيف جدا لا لا خالص يا اساس كريم ده حتى يعني كما يقال في الامثلة العربية الفارسية القديمة انه من جاور السعيد فليسعد اذا فالخير هيجي على ديك ان شاء الله ماشي يا عادل بس على شرط المكسب لا يطلع لك هتدخله تاني في راس المال يعني مش هتشوف مني ولا ماليم دلوقتي مش مشكلة المهم انه في الاخر يعود علينا بالخير انت عارف يعني واحد ظروفه بقت صعب اتخنقنا من كتر الفشل 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 اللي بيدخل فيها فالمشاريع كلها فشل اتحياتنا احنا استوينا يا قشيز كريم يعني مش قادر اقول لاش يا رانيا مش معقول ايه يا عادل ده هو انت كمان فشل؟ لا انا ما بقيتش متطمن لك لا انا فشل ايه يا راجل ده هي بس رانيا برادي زي ما انت بلاحظ كده بتحب الدعاية بكلش هتحب تحب تهزر كده وتحب تهزر كده وساعات بيبقى فيه ناس بيطلع عليهم مش هاد